أزمة ماء وغذاء ودواء ومعاناة لا تنتهي هذا هو حال سكان قطاع غزة الذي يعيش على وقع ضربات حرب الإبادة الإسرائيلية منذ خمسة أشهر مواجهة تحديات الحرب والحصار والتخفيف من وطأتها وحلحلة الأزمة الإنسانية المتفقمة جهود لا طالما داؤبة القاهرة على تحقيقها منذ اليوم الأول للعدوان وهو ما أشاد به المفاوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فول كرتورك وأكدا أهمية مواصلة حشد الجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية بالقطاع ارتفاع سوء التغذية في غزة إلى مستويات طريئة تكشف خطورة حاضر القطاع المنكوب وتنظر بمستقبل مخيف مؤشرات أكدها برنامج الأغذية العالمية وخصوصا في صفوف الأطفال في ظل حالة طوارئ المتعلقة بخطر القوعة والبيانات الحديثة التي تظهر زيادة سريعة في مستفبات سوء التغذية الحاد بالقطاع اهتواء تداعية الحرب على كافة الأصعدة والعمل على إنهائها هدف حملته القاهرة على عاتقها منذ بدء الأزمة وهو ما أكدته رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عندما أعربت عن تقديرها للدور المحوري الذي تطلع به مصر منذ بدء الحرب على قطاع غزة وثمنت الجهود المصرية والتعاون بين الهلال الأحمر المصري ومنظمات ووكالات الإغاثة الدولية لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي لم يعد صالحا إلا للموت قتلا أو جوعا أو قهرا